بلغت السعودية نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخها بعد فوز اليابان القاتل على مضيفتها أستراليا اثنين صفر الخميس في سدني ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من الدور الثالث للتصفيات الأسيوية المؤهلة لقطر 2022 ورفعت اليابان رصيدها إلى واحدة وعشر نقطة من تسع مباريات مقابل تسع عشرة نقطة للسعودية التي تلعب لاحقا مع الصين في الشرقة فيما تجمد رصيد أستراليا عند خمس عشرة نقطة من تسع مباريات